هذه أبرز العناوين كأس العرب الفيفا تقدم هدية للمنتخبين المغربية عاجل ميلانا الإيطالي يقدم عرضا مفاجئا إلى ريال مدريد لضم إبراهيم مدياز بعد تصعيده للفريق الأول في أنتورب أندية كبيرة تتابع حمداوي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس كأس العرب الفيفا تقدم هدية للمنتخبين المغربية أعفى الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي الرديف لكرة القدم من خوض الدور التمهيدي للتأهل إلى نهائية كأس العرب التي تستضيفها قطر في 2025 وقررت اللجنة المنظمة لكأس العرب إعفاء المنتخبات العربية العشر الأفضل تصنيفا من خوض الدور التمهيدي لضمان حضورها في النهائيات بالمقابل فرضت على المنتخبات الأخرى خوض دور فاصل لتأهل ست منتخبات إلى الدور النهائية ومنح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قطر شرف احتضان النسخ الثلاثة المقبلة من كأس العرب وتحديدا أعوام 2025-2029-2033 وعبرت قطر عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرة تانية توليا عبر ما كشفه وزير الشباب والرياضة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد أهل الثاني وسيتم توزيع المنتخبات المتأهلة إلى أربع مجموعات تضم كل واحدة أربع منتخبات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الرابع النهائية ورخص الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة بكأس العرب الاستعانة بمحترفها الممارسين بالبطولة العربية التي ستتوقف خلال فترة إجراء المسابقة عاجل ميلانا الإيطالي يقدم عرضا مفاجئا إلى ريال مدريد لضم إبراهيم دياز يرغب نادي ميلانا الإيطالي لكرة القدم في استعادة الدولية المغرب إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسبانية خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالية بعد تألقه الكبير بقميس الملكي الموسم الماضي وأوضحت صحيفة ديفونس السودر على الإسبانيا أن روسي نيري يأمل استعادة دياز بصفقة تبادلية يعرض من خلالها خدمة لاعبه الدولة الفرنسية تيو هيرناديس وهو المقترح الذي قد لا يغري الفريق الملكي للتنزل عن دياز الذي قدم مستوى كبير الموسم الماضي وحسب المصدر النفسي فإن ميلانا لا يريد تجديد إعارة الدولة المغرب إذ يرغب هذه المرة في إبرام صفقة دائمة بعد أن يقتنع بإمكانية اللاعب وتطوره الكبير في الفترة الماضية وقدم دياز أداء جيدا بعد عودته إلى ريال مدريد عقب نهاية فترة إعارته الطويلة مع إيس ميلانا ورغم أنه لم يكن أبدا الخيار الأول للمدرب كارلو أنشلوتي إلا أنه دائما ما كان يقدم إضافة قوية كلما اعتمد عليها ويترك بصمته بشكل كبير في المستطيل الأخضر وشارك إبراهيم دياز في 44 مباراة خلال الموسم الأخير مع ريال مدريد في جمع المسابقات سجل فيها 12 هدفا وصنع 9 تمرارات حسيمة كما أن عقد النجم المغربي مع ريال مدريد يمتد إلى غاية 30 من يونيو 2027 بعد تصعيده للفريق الأول في أنتوارب أندية كبيرة تتبه حمداوي قرر النادي أنتوارب البلجيكي لكرة القدم تصعيد اللاعب المغربي الواعد يوسف حمداوي للفريق الأول ليستهل معه تحضيرته للموسم الكرة والمقبل باعتباره من بين أبرز المواهب الصاعدة في الملاعب البلجيكية وكان النادي البلجيكي قد أعلن عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن تصعيد خمسة مواهب من الأكاديمية من بينهم الجوهرة المغربية يوسف حمداوي صاحب الستة عشر عاما وذكر موقع سبورت أن حمداوي تتبعه أندية أوروبية كبيرة أبرزها برشالونة الإسبانية حيث حضر بعض منقب النادي الكتالوني لمتابعة اللاعب في مبارية الموسم الماضي وأشار إلى أن حمداوي دخل أيضا دائرة اهتمام آيكس مستردام الهولندي وباريسان جارمان الفرنسية للتعاقد معه في الفترة المقبلة كما أن تصعيده للفرق الأول أنتويرب سيرفع من قيمته الكروية ليكون أكثر جاهزية وتنفسية ويعاد حمداوي المزداد في الثامن من مارس 2008 بمدينة أنتويرب البلجيكية منتوجا خالصا لأكاديمية النادي التي التحق بها قبل تسي سنوات وينحدر اللاعب من أبوين مغربيين تعد أصولهما لمدينة بركان يشار إلا أن يوسف حمداوي كان قد حضر من قبل في المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 15 سنة نيف أكراد على أعتاب الدورة السعودي وعرض مغر لنجمة واستهام تتجه أنظار نيف أكراد نجمة واستهام يونيتد الإنجليزي نحو وجهة جديدة حيث تبى تقريبا من الانتقال للدورة السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ووفق موقع وينوين تلقى أكراد عرضا مغريا من أحد الأنديات في الدورة السعودية مع ترجيح أن تكون وجهته القادمة هي النادي الأهلي وأشار المصدر إلى أن النادي السعودي تقدم بعرض رسميا لإدارة واستهام لضم اللاعب ومن المقرر تجرى مفاوضات بين جميع الأطراف خلال الأسبوع الجاري ولم يحسم أكراد قرره بعد لكن يبقى العرض المقدم له من الدورة السعودي مغرية للغاية خاصة من الناحية المالية ويذكر أن عقد أكراد الحالي مع وسطهام يمتد حتى يونيو الفين وسبعة وعشرين وقد خض مع الفريق الإنجليزي موسمين بعد انتقاله من ستادرين الفرنسي عام الفين واثنين وعشرين وخلال الموسم المنصرم شارك أكراد في واحد وعشرين مباراة في الدورة الإنجليزية مسجلا هدفا واحدا كما خضى ستة مباريات في الدورة الأوروبي وسجل هدفا أيضا ويعرف أكراد بقدراته الدفاع القوية خاصة في الكرة الهوائية ويعد انتقال نيف أكراد إلى الدورة السعودة خطوة مميزة في مسيرته الكروية حيث ستتيح له فرصة اللاعب في دور قوي والمنافسة على الألقاب مع الاستفادة من العائدات المالية الكبيرة يوسف الخديم إلى فريق ريال مادريد كاستيا في خطوة انتعكس الثقة الكبيرة في مهاراته وإمكاناته أعلن نادي ريال مادريد عن تصعيد اللاعب المغربي الشاب يوسف الخديم إلى فريق ريال مادريد كاستيا وسيلعب الخديم الذي يعتبر من بين أبرز المواهب الصعيدة في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب راول جونزالس ويأتي هذا التصعيد بعد الأداء المتميز الذي قدمه الخديم في الفئة السنية للنادي مما دفع الجهاز الفني إلى منحي الفرصة للاندمام إلى الفريق الرديف ويتوقع أن يساهم الخديم بشكل كبير في تحقيق أداف الفريق في الموسم المقبل ويعازز من حضوضه في الصعود إلى الفريق الأول في المستقبل القريب وتبقى الأنظار متجهة نحو هذا اللاعب الواعد الذي يمثل أحد آمال كرة القدم المغربية في الملاعب الأوروبية هذه أبرز العناوين كأس العرب الفيفا تقدم هدية للمنتخبين المغربية عاجل ميلانا الإيطالي يقدم عرضا مفاجئا إلى ريال مدريد لضم إبراهيم مدياز بعد تصعيده للفريق الأول في أنتورب أندية كبيرة تتابع حمداوي ترجمة نانسي قنقر